شكراً عبد الكريم وعودة إلى بقية ملفات أضواء وفي ملفنا التالي نصلط الضوء على الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية حيث حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أن المدنيين في العاصمة طرابلس يعيشون حالة من الخوف تحذيرات سلامة تأتي في ظل ارتفاع عدد ضحايا المواجهات المسلحة بين قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق واللواء السابع ترهون جنوبي العاصمة ارتفعت إلى عشرة قتلى وعشرات الجرحة ونخلت الوزارة في بيانها عن رئيس غرفة العمليات المركزية بالقاسم الكردي أن الغرفة استقبلت بلغات عن حاجة بعض المشافي لإمدادات عاجلة بعد وصول عدد من الجرحة لذلك المشفى أما قوة حماية طرابلس فأعلنت في بيان لها أنها صدت هجوماً استهدف العاصمة من قبل مجموعات مسلحة معي لتسليط الضوء على هذا الموضوع الكاتب والباحث الليبي دكتور جمعة لقماطي أهلا بك دكتور جمعة مرة أخرى تتجدد هذه الاشتباكات هل هناك اختلاف في أسباب تجدد هذه الاشتباكات خلال هذه الأيام عن الاشتباكات التي اندلعت قبل أكثر من شهرين؟ هي استمرار لنفس الإشكالية في سبتمبر الماضي كان هناك اندلاع للعنف في طرابلس وبالتحديد جنوب طرابلس بين قوات أتت من الجنوب من مدينة ترغونة ومن مناطق أخرى وقوات متمركزة داخل طرابلس أو تشكيلات مسلحة من داخل طرابلس تقول أنها تنتمي إلى المدينة وأنها وحدها التي يجب أن تتولى حماية المدينة كان هناك اجتماع مهم بإشراف باعت الأمم التحدة وتم الاتفاق على وقف إطلاق نار وعلى ترتبات أمنية جديدة في العاصمة بإشراف باعت الأمم التحدة كان ذلك في سبتمبر الماضي في مدينة الزاوية أربعين كيلومتر غرب طرابلس ولكن ما يحدث الآن في الأيام القليلة الماضية هو خرق لهذا الاتفاق ولهذه الترتبات الأمنية السؤال المهم من الذي خرق هذلك الاتفاق وألغى ربما لم يحترم هذه الترتبات هو الذي استسبب في اندلاع القتال هو أن مطار طرابلس الدولي المتوقف الآن لأكثر من أربع سنوات استلمته وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني ووضعت ترتبات أمنية لحماية هذا المطار حتى يتم البدأ في إعادة بنائه بالكامل وأسندت جزء من حماية هذا المطار إلى ما يعرف باللواء السابع من مدينة ترهونة وبالتالي المجموعات المسلحة داخل طرابلس احتجت كثيرا على هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية ورفضت أن تأتي قوات من خارج طرابلس من جنوب طرابلس وتشارك في حماية هذا المطار وهذا المشروع الذي سيبدأ العمل فيه ما وجه التخوف هذه المجموعة؟ التخوف هو أن المجموعات الموجودة داخل طرابلس تريد أن تحافظ على نفوذها وسيطرتها بالكامل على العاصمة وبالتالي لا تريد أي قوات من مدن أخرى من خارج طرابلس أن تأتي وتشاركها في تأمين العاصمة وهذا هو جوهر الصراع الموجود ولكن هذه القوات أخذت ترخيصا من وزارة الداخلية نعم وللأسف الآن هناك خلاف حاد بين وزير الداخلية السيد فتحي باش آغا الذي ينتمي إلى وصوله إلى مدينة مصراتها وبين هذه المجموعة المسلحة داخل طرابلس التي بدأت تشن حملة تصعيدية إعلامية ضد هذا الوزير رغم أن هذا الوزير هو من حكومة الوفاق الوطني ومنذ توليه هذه الوزارة في الأسبوع الماضية قام بجهود كبيرة جدا وأحدثها تغييرات مهمة في طريق مأسسة الأمن في طرابلس وأن تتولى الأمن بالكامل في العاصمة مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية وبالأساس جهزة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ولكن يبدو أن هناك مجموعات تخشى على نفودها وعلى مصالحها لا تريد لوزير الداخلية الجديد أن يبسط نفوده وإرادته على العاصمة ما مدى تأثير الشرق الليبي وتحديدا خليفة حفتر أو إذا كان له أي علاقة لا أدري بهذه الاشتباكات والمجموعات المتصارعة فيها حفتر ليس له أي علاقة بما يجري في طرابلس أو في المنطقة الغربية أو في غرب ليبيا من صراعات على النفوذ ولكن حفتر هذه الأيام له قوات تتحرك في الجنوب وهناك تحركات عسكرية في الجنوب الليبي في مدينة سبها وضواحيها على بعد حوالي 800 كم من الساحل ويقول حفتر أن قواته تصارع مجموعات ترهابية ومجموعات مسلحة منها مجموعات جاءت من خارج ليبيا من تشاد ومن السودان معارضة سودانية والمعارضة تشادية لهم وجود عسكري للأسف داخل ليبيا ومعسكرات ولكن في أساس تحركات حفتر العسكرية هو محاولته بسط مفوده على الجنوب الليبي بالكامل إذا كان يرى العاصمة ربما من يدير العاصمة أصحابه يتسارعون فيما بينهم نعم هو ربما يستعصي عليه الذهاب إلى طرابلس أو التمدد عسكريا في الغرب الليبي والعاصمة طرابلس ولكن الجنوب الليبي مخلخل تماما أمنيا وهناك عدة مجموعات عسكرية متواجدة تتسارع وهذا آتاح الفرصة لحفتر أن يكون طرفا في الصراع العسكري في الجنوب الليبي كذلك هناك أهمية استراتيجية للجنوب الليبي أن هناك حقول نفط مهمة وحقول غاز مهمة في الجنوب الغربي لليبيا وربما حفتر يسعى إلى السيطرة على هذه الحقول وحمايتها عسكريا وبالتالي يستطيع أن يبتز دول مثل إيطاليا التي يصلها الغاز من هذه الحقول من خلال أنبوب تحت البحر المتوسط ربما تعطي حفتر ورقة للضغط على إيطاليا أقول الآن لماذا يتحدث غسان سلامة عن حماية الجنوب تحديدا من الإرهاب وهنا مختطف من كلمة أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يتحرك من أجل مساعدة الجنوب الذي يشهد تدهورا أمنيا وما زال يعاني من الإرهاب نعم عندما نتكلم عن يعاني من الإرهاب نحن نتكلم عن فلول لتنظيم داعش الذي هزم في مدينة سرط كان أكبر تجمع لداعش خارج سوريا والعراق وفي مدينة سرط الليبية هزم هزيمة كبيرة هناك من قبل قوات البنيان المرصوص ولكن هناك فلول من تنظيم داعش ربما عشرات أو مئات فروا إلى الجنوب الليبي وانتشروا في الصحراء الليبية الشاسعة والجنوب الليبي مخلخل أمنيا وهي مساحات شاسعة وليست آهلة بالسكان وأيضا الحدود مع النيجر وتشاد في الجنوب حدود سهل العبور منها والتهريب من خلالها والحركة فيها وبالتالي نعتبر أن الجنوب الليبي منطقة رخوة ومخلخل جدا أمنيا وبالتالي تتواجد في هذه المجموعات ومن هذا الباب يأتي الخطر بأن تتواجد وتعيد تجميع نفسها مثل هذه المجموعات الإرهابية وليست سؤال عن التوقيت أن يعطي ذلك مبررا لخليفة حفتر حتى يستغل هذا التصريح الأممي ليعتبره تفويضا لما يحارب الإرهاب على اعتبار بأنه أنشأ قوات الكرامة لمحاربة ما يسميه الإرهاب حقيقة البعثة الأممية والمجتمع الدولي يتعامل فقط مع حكومة الوفاق الوطني في ترابلس فهي الحكومة الوحيدة المعترف بها وجيش حفتر ليس هو الجيش الرسمي الذي يمتل الجيش الليبي ولا ينضوي تحت حكومة الوفاق الوطني هناك إشكالية شرعية هنا وبالتالي نحن نستطيع أن نقول أن تقصير أو قصور حكومة الوفاق الوطني في التحرك عسكريا وفرض إرادتها العسكرية في الجنوب هو الذي منح الفرصة أمام السيد حفتر للتواجد على كل حال أيضا غسان سلامة تحدث عن حالة ميل الخوف يعيشها المدنيون في ترابلس لماذا لا يتحدث عن بنغازي؟ لماذا يتحدث عن الشرق الليبي؟ لماذا يخصص كلامه فقط على المناطق التي تسيطر عليه حكومة الوفاق؟ هو غسان سلامة وأشار فقط إلى مدينة درنا في الشرق الليبي وقال بأن المساعدات لم تصل حتى الآن إلى مدينة درنا يعني على اعتبار أن مدينة درنا تعاني أزمة إنسانية ومازال هناك قتال في داخل مدينة درنا ولم يحكم حفتر سيطرته بالكامل على المدينة ولكن الأهم من ذلك أن هناك أزمة إنسانية والمجتمع الدولي لم يتحرك لإنقاذ سكان درنا وأيضا الجنوب مخلخل وفيه صراعات ومجموعات كبيرة متنحرة على اعتبار أن حفتر فرض نوع من الأمر الواقع في الشرق وخاصة في بنغازي ومحيطها وبالتالي أصبح طرفا بحكم الواقع بسلطة الواقع أصبح العالم يتعامل مع حفتر من هذا المنطلق ليس من باب الشرعية أو أنه يمنحه أي شرعية ولكن من باب أنه أحد الأطراف الرئيسية العسكرية في المشهد الليبي التي لا يمكن تجاوزها فقط لأنه يسيطر على الشرق الليبي بالكامل تقريبا ويحاول الآن أن يتوسع في الجنوب ولكن ما أثارني في كلمة سلامة عند حديثه عن الانتخابات قال يجب أن يكون هناك دعم سياسي واضح للانتخابات وأن تحترم نتائجها ولكن لم يشر إلى الجهة التي تريد الانتخابات قبل إنجاز الدستور التي تريد العرب قبل الحصان لماذا لم يتحدث ببوضوح حول هذه المسألة؟ نعم هو في تصريحات أخرى سابقة ربما قبل حوالي أسبوع أو عشر أيام قال غسان سلامة في مقابلات تلفزيونية أنه لا يرى أي انتخابات رئاسية قبل إقرار دستور دائم وأنه يرى ربما الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط وهذا التوجه هو الذي الآن تدفع به معظم القوى والطيارات السياسية وخاصة في طرابلس وفي غرب ليبيا وبالتالي ربما هو لم يشر إلى هذا الأمر الآن لأن الأمر سابق لأوانه هو يعد ويجهز لمؤتمر وطني جامع يفترض أن ينعقد داخل ليبيا في الأسبوع القادمة ويمثل كل أو الغالبية العظمى من ألوان الطيف السياسي الليبي هذا المؤتمر قد يوصي بأن نذهب فقط إلى انتخابات برلمانية طالما أنه لم يتم إقرار دستور دائم في ليبيا ابقى معي دكتور جمعة إلى قضية الأسبوع والتي نخصيصها للحديث عن موقع الدول العربية على مؤشر الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر